اشتركوا في القناة الأغنام الأخ حاتم يوسف من سلطنة عمام بارك الله فيك أولا يجب على الجار أن يرفع أذيته عن الجار ولذلك لا يجوز لمسلم أن يؤذي جاره بأي نوع من أنواع الإذاء ومن جملة ذلك أن يقتني كلاب مفترسة تهجم على بيوت الجيران وتأكل أغنامهم ودجاجهم وقد تؤذي أطفالهم ولذلك هذا أمر محرم فعلى كل جار يقتني كلاب بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن واقع في محرم النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن جار لا يأمن جاره بوائقة يعني أذيته وغدراته وشره هذا كله العادة بالله مما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن لا يؤمن أحدكم لا يؤمن جار لا يأمن جاره بوائقة فعل ذلك هذا الجار واقع في إثم عظيم وفي ذنب خطير علي أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يبعد هذه الكلاب عن البيت وأخي الفاضل إذا كان هذا الرجل أصر على إبقاء الكلاب في البيت وهي تهجم على البيت على بيتكم وعلى أموالكم مثل الأغنام والدجاج لكم الحق الكامل في رفع شكوى إلى الدولة ترفعون شكوى إلى الدولة حتى يحسموا هذا الشر الموجود عند الجار فالخطوة الأولى ناصحوه كلوا لاتق الله نحن الآن متأذين من هذه الكلام فإذا استجاب الحمد لله ما استجاب قلوا له سامحنا نحن بنرفع شكوى إلى الحكومة إلى المخفر اجتمع أنت وجيرانك وارفعوا دعوة هذا كفلته الشريعة لكم ولله الحمد وليس فيه يعني ذنب كونه جاركم الذنب عليه هو الذنب عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشتكي جاره قال يا رسول الله جاري أذيني فقال اصبر اذهب واصبر فجاءه في الثانية فقال يا رسول الله يؤذيني جاري قال اصبر فجاءه في الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني الجار هذا ما استفاد فسر يظهر والله أعلم فسر صبر الجار ضعف ضعف أو عدم اهتمام أو عدم اكتراث فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخرج متاعك في الشارع فاخرج متاعه يعني عفش البيت اخرج عفش البيت في الشارع فكلما مر شخص سلمات يعني يسألون لماذا أنت في الشارع قال جاري أذيني قالوا لعنه الله مر الثاني قالوا فعل الله به فعل الله به حتى إن الناس أخذوا يدعون على هذا الجار بلغه فقال لجاره ادخل بيتك لا أذيك أبدا هذه عقوبة تعزيرية ولذلك من يؤذي الجار عليه لعنة الله والملائكة والناس والناس ولذلك هذا الأمر الذي ذكره الأخ السائل أمر فضيع أمر فضيع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة ذكر للنبي امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وعندها أعمال يعني تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل لكن ما تحفظ لسانها عن جاراتها قال هي في النار هي في النار كيف من يأتي بكلب يؤذي الناس يؤذي الجيران إذا كانت أذية الجيران بالكلام موجبة للنار كيف بمن يأتي بكلب كلاب مفترسة تؤذي خلق الله عز وجل فعلى هذا الجار أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يبعد هذه الكلاب عن البيت ومثل ما ذكرت لك الناس ما تتحمل مثل هذا الأمر هذا صعب يعني هذا الأمر مما لا يتحمل في أشياء أذية يتحملها الجار والله جار يقف بسيارته أمام جدار جارة مثلا أو باب جارة مثلا هذا مما يتحمل الجار يضع شيء على جدار جارة هذا مما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أشجار البيت أغصان الشجر قد يأتي إلى بيت الجار ممكن يتحمل الناس لكن كلاب تكون في البيت بمثل هذه الصورة لا تفترس أيضا الأغنام والدجاج اللي في بيت الجار هذه قد تعتدي على الأطفال وممكن يعني تتسبب في قتل طفل فلذلك لكم الحق الكامل في استدعاء الشرطة إلى هذا الجار حتى يحسم شره ويوقف عند حده بسبب هذه الأذية